طيب احنا لسه طبعا في اطار احتفالات 6 اكتوبر يعني الله هي البلاد اللي عندها النصر زي نصر 6 اكتوبر بيحتفلوا بيه ايام وايام النهاردة احنا معنا لقاء عملته زملتنا العزيزة بسانت الحسيني لقاءها كان مع جندي مقاتل محمود كمال محمود كمال او الجندي محمود كمال كان فيه سلاح السعقة اثناء حرب اكتوبر وكان واحد من ابطال الحرب خلينا نتابع هذا اللقاء ونرجع مع حضرتكم ارة تانية قوات السعقة كان لها دور مهم جدا في حرب اكتوبر ومن قبلها حرب الاستنزاف وفي الحقيقة قوات السعقة بتحتاج تأهيل مهم جدا للجنود تأهيل بدني ونفسي عشان تأهلهم يكونوا قد المسئولية في المعارك معنا منوارنا النهاردة الجندي مقاتل محمود كمال عبدالواحد في الستوديو اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك حابين حركت انقل لنا تجربتك في المعارك والسعقة بقى نفسها تدربتوا ازاي ازاي اهلكم نفسيا وجسديا عشان تقدروا تحاربوا بسم الله الرحمن الرحيم اه محمود كمال عبدالواحد جهين من قرية شاور مركز كومحمالة محاوزة البحيرة ده تقديم ليه الشخص يعني فباد ان شاء الله تم تجنيدي في واحد واحد الف تسمائة وسبعين في قوات السعقة وطبعا دخلنا اخدنا فرقة السعقة والحمد لله اخدنا بنجاح ومعانا شاهد بس مش موجودة حاليا دلوقت فاكر ايه في التدريبات حضرتك كل التدريبات يعني كل ما هو موجود في الياقة البدنية والروح المعنوية وكل ده كان له تأثير ما فيش حاجة اسمها نايم او لا هو تدريب شاق عنيف متواصل طوال 24 ساعة وكان فيه من ضمن تدريبات طبور سير 80 كيلو 40 كيلو رايح 40 كيلو جاي بالشدة بالسلاح بكل حاجة شدة اسمها شدة المداد كان التدريب عشان يوصل بيني لأعلى مستوى عشان يشوف قوة تحمل البنات اللي هو مش هيتحمل يتفضل يروح مكان تاري او يقعد والناس اللي هي تحملت وقصوة التدريب وعنفه الحمد لله ده اثر علينا في المعركة بما ان احنا صبرنا سنين دي كلها وشايف ان لسه مصر بتكرم وطبعا فخورة بابطالنا وجنودنا ابطال العبور والله احنا بنشكر كل الناس بنشكر كل من تقدم ورفح روعنا المعنوية بعد 45 سنة مركونين فطبعا ده شكر كبير واحترام لكل الناس اللي هم شجعونا يعني ويكرمونا واهتموا بينا يعني فبنشكر كل الناس عشان بس ما حدش يقول انا سيتحد لا انا بشكر كل الناس في لسه ليك علاقة بأي حد من الجنود اللي كانوا معاك في الحرب ليه علاقة بيهم وبالقادة وبنتصر على بعض ووجياني خبر محزن من فترة من حوالي نص ساعة أو ساعة خبر وفاة اللي هو صبر كاسح من ابطال رحلات الموت انا حنيجل ستك في رحلات الموت دي انا بس هنكمل الحرب شوية ايه رحلات الموت ايه رحلات الموت رحلات الموت دي هنكون لك على ترتك عليه يعني في هي وقتها جاي يعني طبعا يوم سابع ويوم تمانية في منوشات خفيفة جانا تعليمات يوم تسعة الصبح ان احنا في نقطة اسمها نقطة كابريت لسه اسرائيل موجودة فيها فطبعا تحركت ابطال ستمائة وثلاثة واقتحمنا نقطة كابريت وحررناها في ثلاث ساعات في ثلاث ساعات بالزبط كنا احتلنا احنا حررنا منطير كابريت النقطة الحصينة بتاعت كابريت النقطة اللي هي كتت معمولة على القناة دي الحمد لله خدنا النقطة منهم ودمرنا دبابتين او ثلاثة والباجي هرب طبعا كالعادة واحتلنا النقطة وجعدنا فيها ومن هنا بدأ بقى ايه يوم تسعة يوم عشرة التيار الاسرائيلي بقى اشتغل علينا على طول متواصل عشان يسترد المكان ده تاني فطبعا لا محال ان احنا هنسيب المكان رفعنا العلم ولا يمكن احنا هينزل تاني الحمد لله رب العالمين فطبعا ببسالة الابطال وعزموهم وقوتهم وشجاعتهم وقوة التدريبات بتاعتهم تحملنا كل ما هو موجود في الحرب بعدين دينا في النقطة دي عندنا يوم عشرة ليوم اتنين وعشرين طبعا ما فيش اكل اكل بسيط ما فيش وقتا ما وقفت لكها النار يوم اتنين وعشرين يوم الثلاثر اسرائيل عاوزها تعمل الصغرة للفاصل ما بين الجيش التاني والتالت وده طبعا يعني ما كانش فيه لصالحنا فطبعا هم في اليوم ده دوروا اجابوا التغيران بتاعهم وهات في نقطة كابريت على طول ده متواصل متواصل يعني كل دقيقتين تلاقي ترتم بضربهم كل دقيقتين ترتم بضربهم عشان ان هم يستردوا نقطة تاني فبدوا يعدهم في اليوم دي بحزة الصغرة الدفرسوار فيها عربية جيب فيها ثلاثة مخابرات استطلاع اسرائيلية احد الابطال بتوعنا ضربها فما كان الا الحمد لله العبد لله اثرت التلاثة دول بفضل الله سبحانه وتعالى حضرتك اثرتهم اثرتهم اه واسلمتهم للقياد وكان معايا الزميل المرحوم فاتح رجب سعيدني معايا يعني بعدما الضابط درب العربية انت حضرتك روحته اثرت التلاث زباط دور مخابرات استطلاع حالك كان في استجواب في الغاية موالي هم القادة فاق استواجبوهم يعني سلمتهم وقلاط ولا مسلا انا روحت القادة قلت له اهلي اهلي انا مش حاسمها اهلي ده احنا بنحارب عشان نرد كرامة الشعب المصري ونرد الاهانة اللي كنا بنسمعوها والجيش اللازل يقهر والحمد لله طبعا جهرناه وخدنا ما هو كل كل الأرض خدناها على شط القناة على بعد سبعمائة كيلو او اكتر اه كان انتشرت القوات المصرية في سينة بتغلل والحمد لله اه بدأنا بقى نفكر اه بعد يوم اتنين وعشرين لما اصرنا تروا دول الصغر عدت طبعا احنا خلاص هما عدوا فاصبح كبريت بس محصرة من ناحيتين الناحية الاولى بين الفاصل بين الجيش الثاني و الثالث هما دخلوا منه بيننا وبين الجيش الثالث الثالث اللي هو احنا تابعه كان فيه فاصل برضو وبيننا وبينهم الفاصل دي جابوا فيه دبابتين ووجعاتهم على شط القناة لما تم وقف اطلاق النار يوم اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين اسرائيل ما همدتش وما فيش وكله ضربوا قلاص عشان استردوا اي حال طبعا ما عرفوش بعد يوم تقتوا وعشرين يوم ربعة وعشرين خمسة وعشرين بدأنا ان احنا نفكر هنعيش ازاي احنا خلاص بقى الحصار انفرض عاوزين بقى الجلد يتأكل وتعيش بقى حياتي لان ما عادش عارف احنا وصلوا امتن والحمد لله والله ما هو اي كلام انا تنبأت بان احنا هنحنا تحاصر وتنبأت بفك الحصار الزمله لو فيه حد موجود حيقول لي قلت لهم والله احنا الموضوع ده مش هنحلغ اليوم معاكله نص اتنين على الاجل خلاص ويوم 14 اتنين تم فك الحصار عن ابتال كابري فطبعا طلعنا في الدورية معانا الجرحة قلت كل ده محاصرين محاصرين اه طلعنا ولا اكله ولا شربه ولا اي حد لا لا ما فيه شو حد وقا بتجيلكم من اي حد تاتك يعني شرابنا البول بتاعنا بيجينا اللم وفرافيت من الارض وعشان نقدر نجيم نفسنا به والحمدلله ربنا جوان يعني برضه ومع الصبر كل حالية عدت دينا بقى يوم تقاتل عشرين اربعة عشرين خمسة عشرين عملنا دورية الدورية دي لازم توصل الجيش التالت فطبعا ربنا وفاجنا وخدنا الجرحة بتوعنا والمصابين وروحنا للجيش التالت النقطة دي ما كلمتناش ما اشتبكتش معانا لا عامل ان هم مشايفين طنشوا يعني بالبلد كده روحنا ايه السبب فوجة ناظرك السبب نهو مش عاوزين يعني ينكشوا عن نفسه ومع تقشينه وخلاه هو جاعد وخلاه هو جاعد محتوته وخلاه لكن هو في داخله يعني مش مش عاوز فطبعا نروحنا الجيش التالت اللواء التامن كان هو اول ناس جابلونه وكان يما قائد اللواء التامن الفريق احمد بدأ اولمش جندي المصري عنده شجاعة وبسالة وعنده عزيمة وارادة وحب حضرتك النهاردة توجه رسالة للاجيال الجديدة اللي بتتفرج علينا دلوقتي اللي ممكن ما حضروش ومعشوش هذه الأجواء وما يعرفوش حاجة قوي غير بس اللي بيشوفوه من التلفزيون تلفزيون حضرتك تقولهم وجلهم رسالة قصيرة نقول لهم يا جماعة اتقوا الله في مصر اتقوا الله في مصر اتقوا الله في مصر لأنها أرض الكنانة وأرض الإسلام يجب قال لي دلنسى أي عدو احنا ما بنيعتديش الجيس المصري ما بيعتديش على حد احنا اللي بيعتدي علينا ويجب علينا أن نرد الاعتداء في أجرب فرصة ما نسيبهمش يتمادوا لا يا شباب فوجهم سيبنا بقى من نت وسبنا من مش عارف وفوجوا كده وعرفوا أمور دينكو كويس عشان ما تقعاش في الخطأ لأن انت أصلا حضرتك دماغك سارح ما في دماغكش بلدك ما في دماغكش إنك لا فوجوا يا رمعة وصحوم احنا سلمناكم مصر سلمناكم سينة في نظيفة يجب عليكم لحفاظ به وسلامته وسلامة مصر أمي وأمك واختي وأختك انت هتستحمل عليهم أي حاجة أي هاني كما يحدث في الدول التانية لا كل الشكر على وجودك معنا جندي مقاتل محمود كمال عبدالواحد شكرا شكرا حضرتك حقيقة حقيقة حرب أكتوبر ما كانتش مجرد حرب عسكرية ده كان اختبار حقيقي لقدرة المصريين على أنهم يحولوا شيء كنا أو كانوا يعني بيحلموا بي أنه يحربوا وينتصروا ويرجعوا الأرض ويرجعوا الكرامة المصرية يعني بعد ناكسة 67 الجيل ده بيدينا أمل طول ما إحنا عايشين أنه ما فيش مستحيد لما بنسمع الحكايات كل سنة بعد 48 سنة بنسمع حكايات جديدة غير السنة اللي قبلها ونفضل دايما كأننا متشوقين أنه إحنا يعني نستلم منه من الروح دي لأنه جيل زي جيل نحنا ما عاشناش حروب لكن لكن لما بنشوف البطولات دي الحقيقة بيخلونا نحس أنه ما فيش أي مشكلة ممكن تبقى كبيرة قدام للناس دي عاشتهم بعدها إحنا محظوظين أنه إحنا لحقنا ناس حربت في أجيال حتيجي من بعدنا يعني ربنا يدي الصحة وطوط العمر للجميع بس في أجيال حتيجي من بعدنا مش هتشوف ناس هيبقى كل معرفتها للي عايز يدور حيدور يشوف فيديوهات بقية لكن إحنا محظوظين أن إحنا شفنا ناس وقعدنا مع ناس وقابلنا ناس والجيل اللي قبلنا محظوظ أكتر والجيل اللي قبله محظوظ أكتر الكلام اللي تقال ده مش كلام هين أن رجالة تسد عين الشمس تقف ويبقى مقطوع الطريق ما بينهم وما بين القيادة عشان هو عايز يفضل عايش غريزة البقاء بكل تأكيد وعشان هو مقامن باللي بيعمله مقامن بالبلد مقامن بالطراب مقامن أنه بيحمي ناس في بيته في البحيرة زي ما أستاذنا الفاضل كان موجود يعني فيه فيه إيمان إيمان بالبلد إيمان بقوة مصر إيمان بأن الناس دي تستحق أنها تخرج من بلدنا وإحنا نستحق أن إحنا نعيش رأسنا مرفوعة إحنا بنوجه له كل التحية والكلام اللي هو حكايا لما كانوا يعني من غير أكل وشرب مش هو بس يعني شوفوا فيلم وغنية على الممر التعامل 72 قبل النصر شوفوا كانوا بيتعاملوا إزاي لما بتنقطع الاتصال بالقيادة أو اسمع منه هو القصة أو اسمع من كل الناس اللي موجودة في الصعقة المصرية لحد النهاردة تدريباتهم الشقة عاملة إزاي فهي مش بطولة فرد واحد ولا بطولة جيش بطولة شعب وملحمة هتفضل على مدار التاريخ ولازم يتحكي عنها سنين وسنين وسنين فكل سنة وإحنا طيبين ويعيد علينا الأيام دايما بكل خير وسلام يا رب